موسيقى رياح شرقية سرعتها 9 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 45 درجة مئوية رطوبة نسبية متدنية نوعاً ماهة 16% بالنسبة للرؤية الفغية جيدة تزيد عن 10 كيلوم صور لماهار الصناعية توضح السماء صافي وخالي من السحب وأيضاً تتأثر دولة الكويت بمتداد منخفض الهند الموسمي المؤثر علينا ويستمر معنا خلال الأيام القليلة القادمة ليلة تقصحار إلى ماء للحرارة وأيضاً استمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدد السرعة تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى 35 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة قد تصل إلى 37 درجة مئوية خاصة على المناطق الساحلية بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم وشقاية قد تصل إلى 35 درجة مئوية في مساء الغد طغ شديد الحرارة وأيضاً استمرار للرياح الشمالية الغربية ستكون خفيفة لمعتدد السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى 45 كلمتر في الساعة مع فرصة الغبار على بعض المناطق المكشوفة وأيضا المناطق الوسطى من دولة الكويت لذن نوهم مرتدي الطرق السريعة لأنهم يديرون بالمتناء القيادة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة في مساء الغد مدينة الكويت قد تصل إلى 48 درجة مئوية جزرنا الشمالية فيليتو بوبيانو واربا متفاوتة ما بين 42 إلى 47 درجة مئوية حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة وارتفاع المود من 2 إلى 4 تقدام المواقيت من الله على حسب توقيت المحل مدينة الكويت موعدة ذا الفجر في الساعة الثالثة واثنين واربين دقيقة موعد شروع الشمس في الساعة الخامسة وعشر دقائق بالنسبة للغروب الشمس في الساعة السادسة وسبعة وثلاثين دقيقة الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال خمسة يام القادمة إن شاء الله ليوم الغد طق شديد الحرارة مع نشاط فريع الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 40 كلمتر في الساعة إنهم يديرون بالهم أثناء الغيادة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية بالنسبة للصغرة 30 درجة مئوية يومين الأربعة والخميس أيضا الأجواء الجافة عزاء المشاهدين مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع ومع استمرار الرياح الشمالية الغربية وإيضا انخفاض في الرطوبة النسبية واستمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة لمعتدد السرعة أجواء شديدة الحرارة بشكل عام خلال فترة النهار ولكن ستكون حارة ليلا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة متفاتة ما بين 47 إلى 48 درجة مئوية بالنسبة للصغرة ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية يوم الجمعة عودة لنشاط الرياح الشمالية الغربية مرة أخرى والغبار أيضا على بعض المناطق وأيضا خفاض نسبة في درجات الحرارة عزاء المشاهدين بالنسبة للعظمى قد تنتخفض ما دون درجة إلى درجة 200 قد تصل إلى 47 درجة مئوية بالنسبة للصغرة قد تصل إلى 32 درجة مئوية يوم السبت أجواء جافة أيضا عزالي المشاهدين شديدة الحرارة واستمرار لرياع الشمالية الغربية خفيفة لمعتدد السرعة تتراوح سرعة ما بين العشرة إلى 35 كم في الساعة ودرجة الحرارة العظمية متوقعة 47 درجة ميوية بالنسبة للصغرة قد تصل إلى 32 درجة ميوية عزالي المشاهدين إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية شكرا على حسن المتابعة والآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم اشتركوا في القناة